فضيلة الشيخ فقفهم الله يقول ما حكم من يقصد نهرا جاريا عند قبر ولي خلاني لأجل بركته وذلك لطلب الشفاء من أمراض معينة فما حكم هذا الفعل علما يقول بأن هذا يقولون مجرب هذا ما يجوز هذا تبرك بالميت يقولون بركة هذا النهر بسبب بركة الميت هذا يتبرك بالميت هذا الشكل لا يجوز وكونه مجرب هذا لا يدل على الجواز لأنه قد تقضى حاجة الإنسان ولو كان عمله غير صحيح ابتلاءا له واستدراجا له كما سبق لكم هذا إن قضاء الحاجات ما هو بدليل على جواز الفعل نعم